هذه الورشة جزء من تدريب فريق طبي على إعطاء لقاح كورونا داخل أحد منافذ التطعيم الجديدة في الوركاء الشمالية السماوة تعلمنا من الورشة طريقة خزن اللقاح وكذلك الفترة الزمنية بين الجرعتين وأيضا درجة حفظ اللقاح من 2 إلى 8 مئوية وكيفية التعامل نفسي مع المواطنين أثناء إعطاءهم الجرعة يسكن الوركاء أكثر من مائة ألف شخص بينهم نحو سبعة آلاف تلقوا اللقاح الجهات الصحية تقول إن المدينة تشهد عزوفا عن التطعيم بفعل تأثير الشائعات النفسية والاجتماعية تم تلقيح أكثر من 6700 مواطن كجرعة أولى بالنسبة للهدف المطلوب لم نصل إلى الهدف المطلوب ولا زالت حملات التوعية والتثقيف الصحي لزيادة عدد الملقح وسجلت المثنى تلقيح أكثر من 75 ألف شخص بمعدل ألف جرعة يوميا أرقام تقول دائرة الصحة إنها غير كافية للوصول إلى مناعة القطيع ما يدفعها لفتح مراكز تلقيح جديدة وإصدار تعليمات تنص على عدم السماح للموظفين والمراجعين بدخول الدوائر الرسمية من دون بطاقات التطعيم المنافذ كانت 32 حاليا توسعنا بعدد المنافذ صارت 6 أضافية على مختلف القطاعات اللي هي استيعابة بالنسبة لسؤالك الثاني الحد الأهم صراحة ما وصلنا للمستوى الطموح اللي نريد مناعة المجتمعية اللي حوالي 300 إلى 350 ألف من نفوس المحافظة حاليا 75 ألف وأكثر بقليل ومع تحذير وزارة الصحة من موجة وباء الرابعة لكورونا في الشتاء تحث دوائر صحة المثنى المواطنين على الإسراع بأخذ جرعات اللقاحة والتزام إجراءات الوقاية من الإصابة من المثنى خليل بركات يو تي في